بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تكلمنا في الحلقات الماضية حول لزوم الفرز بين عادات المجتمعات الإسلامية المأخوذة من الشرع وبين غيرها والآن نفصل في هذه النقطة نحن إذا جئنا إلى المجتمعات الإسلامية المعاصرة نجد أن هناك عادات وتقاليد منتشرة بين هذه المجتمعات إذا درسنا كل عادة عادة نجد أن بعض هذه العادات مشتقة من الشرع المقدس يعني مصاديق لكليات شرعية هناك أحكام كلية في الشرع وكما نعلم أن أكثر الأحكام الشرعية كليات قابلة للانطباق على مصاديق كثيرة وقابلة للتطوير والتغيير والزيادة والنقيصة مع حفظ الجوهر يعني الكل مذكور في الشرع مثلا أن الله يأمر بالعدل والإحسان الإحسان ما أمور به في الشرع كما أن الله عز وجل يأمر بالعدل كذلك يأمر بالإحسان هذا الإحسان كلي يمكن أن يكون له مصاديق متعددة وكثيرة وقد تكون هناك مصاديق متجددة يعني أمر يعتبر إحسانا فإذا اعتبر إحسانا تحقق الموضوع فيتحقق الحكم الشرعي وهو إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان يمكن أن يتطور بمعنى أن يكون هناك أمر لم يكن معتبرا من الإحسان لكن في مجتمع يعتبر من الإحسان فإذا اعتبر من الإحسان في ذلك المجتمع تحقق الموضوع فيتحقق الحكم الشرعي وهو أمر الله سبحانه وتعالى به هذا الأمر على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب هذا بحث آخر لكن يوجد أمر بالإحسان فنحن إذا جئنا ودرسنا عادة من العادات قد نجد أن هذه العادة مصداق من مصادق الإحسان المأمور به في الشرع وطبعا أكثر العادات المنتشرة في المجتمعات الإسلامية من هذا القدير يعني عادات جذورها أخذت من الشرع أحد الإخوة كان له استقراء ولو استقراء جزئي لبعض العادات في بعض المجتمعات الإسلامية ودرسها واحدة واحدة فوجد أن أكثر تلك العادات جذورها ترجع إلى الشرع هذا القسم الأول من أقسام العادات المنتشرة في المجتمعات الإسلامية طبعا ما دام جذور هذه العادات ترجع إلى النصوص الدينية فينبغي التمسك بهذه العادات وينبغي المحافظة على هذه العادات نقل لأحد العلماء يقول كنا مثلا في مجالس الدعاء أو في المجالس الحسينية حينما كان يخطب أو يلقي المحاضرات كان يقول كنت أجد في حين الدعاء أن كثير من العوام يرفعون أيديهم إلى الدعاء أكثر من رؤوسهم يرفعون اليد يعني فوق رؤوسهم يقول كنت أتصور أن هذه عادة هكذا ولكن يقول مرة من المرات كنت أطالع الروايات فوجدت رواية أو أكثر من رواية تدل على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يرفع يده بحيث أن تكون اليد أقرب إلى السماء من رأسه يعني يده تكون فوق رأسه أكثر فتبين يقول تبين لي أن هذه العادة التي كنت أتصورها عادة من عوام الناس إنما هي مأخوذة من بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا القسم الأول من أقسام العادات التي جذرها مأخوذ من الشارع فينبغي التمسك بهذه العادات وعدم التخلي عنها القسم الثاني من العادات عادات ليست جذورها دينية ولكن في الوقت نفسه لا تتعارض مع النصوص الدينية ولا يوجد في الشرع بديل لتلك العادة لأنه إذا كان في الشرع بديل لتلك العادة فينبغي التمسك بذلك البديل ولكن إذا لم يكن بديلا يعني بحثنا في الروايات وقبلها الآيات لم نجد دليل بشكل عام أو خاص يدل على طريقة وكيفية خاصة فهذه العادة لأنها لا تتعارض مع الشرع لا بأس بالتمسك بها ولكن ليست لها قدسية العادة التي مأخوذ من الشرع هذه العادة لها نوع من القدسية لا ينبغي التخلي عنها ولكن العادة التي ليست مأخوذة من الشرع ولا تتعارض مع الشرع لا بأس بالتمسك بها ولكن في الوقت نفسه ليست لها قدسية القسم الثالث من أقسام العادات ما تكون عادة متعارضة مع النصوص الدينية تكون عادة سيئة في هذه الصورة ينبغي التمسك بالنصوص الدينية ومحاولة إصلاح المجتمع بترك تلك العادة لأنه إذا كانت متعارضة مع بعض النصوص الدينية معنى ذلك أن فيها الضرر لأنه إذا لم يكن فيها ضرر ما كان الإسلام يعارضها ما كانت النصوص الدينية تتعارض معها لأنه نحن نعتقد بأن الأحكام الشرعية أجمع تابعة للمصالح والمفاسد وكل شيء مأمور به الأمر الوجوبي أو الاستحباب فيه المصلحة لذا أمر به وكل ما نهي عنه بالنهي التحريم أو الناهي الكراهي فإنما لوجود مفسدة فلذا تم الناهي عنه فالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فإذا عاد هذه جذرها في أمر مبغوظ لدى الشارع أو منهي عنه أو مكروه ذلك الأمر ينبغي محاولة إصلاح وضع المجتمع لكي لا يقع في المفاسد التي تسببها تلك العادة مثلا نحن نشاهد مسألة غلاء المهور الآن في بعض مجتمعاتنا تحولت مسألة غلاء المهور إلى عادة بحيث أنه حتى كثير من الفقراء يجعلون المهور عالية وغالية طبعاً المهر الغالي فيه مفاسد كثيرة من جملة تلك المفاسد تقليل الزواج لأنه كثير من الشباب لا يمتلكون المال الكافي لكي يدفعوا المهور الغالية ويؤدي ذلك قلة الزواج إلى كثرة العنوسة ويؤدي ذلك إلى انتشار الفساد ولذا الرسول صلى الله عليه وآله يؤكد على استحباب قلة المهور في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول خير نساء أمتي أصبح هن وجها وأقلهن مهرا يعني كلما كان المهر أقل فهذه المرأة أفضل ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ابنته فاطمة سلام الله عليها من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بمهر هو خمسمائة درهم من الفضة ما يعادل مائتين واثنيا وستين ونصف مثقال من الفضة مائتين واثنيا وستين ونصف مثقال من المثاقيل الصيرفية المتعارفة عند الصياغ عند الصياغ ب جعله مهرا لفاطمة الزهراء سلام الله عليها وفي بعض الأحاديث أن مهر زواجات رسول الله صلى الله عليه وآله كان هذا المهر وكذلك في بعض الأحاديث والروايات أن جميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام تزوجوا وزوجوا بهذا المهر ولذا عبر عنه بمهر السنة يعني جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا المهر في بعض المجتمعات هناك مسألة الغلاء في المهور هذا الغلاء في المهور بالمآل يؤدي إلى مفاسد كثيرة فهي عادة سيئة ينبغي إصلاح وضع المجتمع عبر إفهامهم وإقناعهم بأن زيادة المهر لا يجلب السعادة إلى المرأة وإنما الشيء الذي يجلب السعادة إلى الحياة الزوجية إنما هو الدين يعني أن يتعامل الزوجان بالدين أن يؤدي كل واحد كل واحد منهما حق الآخر الحقوق الشرعية والأخلاق هذان ركنان للحياة السعيدة إذا تم إصلاح الأمر في المجتمع بالموعظة الحسنة فحينئذ يمكن التخلي عن هذه العادة السيئة بعد أن تبين أن هناك هادات في المجتمعات الإسلامية ولعلها أكثر العادات وخذت جذورها من الشرع وهناك عادات ليست مأخوذة من الشرع لكنها لا تتعارف مع الشرع وهناك عادات تتعارف مع بعض النصوص الدينية كيف يمكن أن نفرز بين هذه العادات بحيث أنه نكتشف العادة الحسنة المأخوذة من الشرع العادة السيئة التي عرضها الشرع أو عرض كليها هنا يقع الكثير في إشكالية وفي مشكلة هذه الإشكالية أن بعض العادات السيئة أو السلبية ارتبطت ببعض الطقوس الدينية ارتباط هذه العادات ببعض الطقوس الدينية سبب أن يتصور الكثيرون أن هذه العادة هي جزء من ذلك الطقس الديني ومن تلك العادة الدينية فيتم إسقاط الدين على العادات بحيث أنهم يتصورون أن هذه العادة السيئة إنما هي جزء من الدين فهذا الخلط المفهومي الذي يحدث لدى الكثيرين يسبب في أن لا يتمكن من الفرز بين العادات السليمة والعادات السقيمة مثلا كمثال نمثل على ذلك أن هناك في بعض المجتمعات الإسلامية توجد عادة بأن المرأة إذا مات عنها زوجها يمنع عليها الزواج إلى أن تموت حتى إذا كانت شابة فكثير من الموارد واحد يجد مثلا هناك أسرة أو عائلة مات الزوج بنتهم والبنت شابة بعض الأحيان دون العشرين يمنعونها من الزواج إلى أن تموت وتبقى هذه السنين أم طويلة بلا زوج طبعا هذه عادة سيئة مرة تكون حالة استثنائية أو رغبة شخصية من مرأة هذا متروك لها ولو أن بقاء الإنسان أعزب وبقاء المرأة عزباء مكروه لكن هذا اختيار شخصي ولكن في بعض الأحيان الأسرة أو المجتمع يمنع هذه المرأة بحيث أنها تجد عدم قدرتها وعدم إمكانيتها على الزواج لماذا انتشر في بعض المجتمعات الإسلامية هذه العادة السيئة لأن البعض تصور أن الحكم الخاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حكم يمكن تعميمه لنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له أحكام خاصة استثنائية من تلك الأحكام أنه زواجه لم يكن مقيدا بالأربعة الزواج الدائم ومن جملة تلك الأحكام أنه كانت تجب على رسول الله صلاة الليل من جملة تلك الأحكام كان يجب عليه السواك من جملة تلك الأحكام كان يحرم عليه خائنة الأعين يعني أن يشير بطرفه بعينه طبعا هذا يعبر عنها الفقهاء بخصائص رسول الله صلى الله عليه وآله من أحكامه المختصة ومن جملة تلك الأحكام أنه لا يجوز لم يكن يجوز لزواجاته أن تتزوج أن يتزوجن بعده القرآن الكريم يبين هذا الحكم طبعا هذا الحكم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث أن زواجاته ما كان يمكن أن يتزوجن من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حكم خاص البعض يتصور أن هذا الحكم ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله الخطأ في فهم الآية والخطأ في تطبيق الآية أدى إلى البعض أن يتصور أن هذا الحكم يجري على سائر نساء المسلمين ليس في العلماء من يتوهم هذا التوهم ولكن جرت عادة في بعض المناطق في هذا الأمر هذا الأمر أمر سلبي وسيء وأكثر أهل النار العزاب كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة العزب لا فرق بين أن يكون غير متزوج إطلاقا أو تزوج ثم بطلاق أو موت صار عزبا أو صارت عزبا فبناء على ذلك هذه العادة سيئة لعدم فهم من شأ الحكم من شأ الحكم في آية كان لكن هذا خاص في حالة مخصوصة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وليست حالة عامة هذا الجانب السلبي من جهة وهناك جانب سلبي من جهة أخرى البعض يأتي ويحارب بعض العادات ويتصور أن تلك العادات عادات سيئة في حين أن تلك العادات قد تكون مأخوذة من الشارع أن بعض الأحيان يصير ارتباط بين عادة وبين أمر سلبي ليس في العادة إشكال قد تكون العادة حميدة ولكن هذا الارتباط بين هذه العادة وبين هذا الأمر السلبي سبب سراية السلبية في تصور الكثير من ذلك الأمر السلبي إلى هذه العادة فنحن يجب علينا إذا أردنا أن ندرس هذه العادات أن لا نحاول إسقاط الدين على العادات أو إسقاط العادات على الدين ينبغي أن إذا وجدنا عادة مرتبطة بطقس ديني أو مرتبطة بأمر ديني أن نفكر في أن هذه العادة هل هي جزء أو هناك قضية اتفاقية ارتباط اتفاقي بين الأمرين وكذلك في عكس الأمر إذا تمكننا من النظرة المجردة والفرز الدقيق والصحيح نتمكن من كشف العادة التي لها جذور دينية فنتمسك بها ونؤيدها وكذلك نتمكن من كشف العادة التي ليس جذورها دينية حتى إذا تم إقحامها في أمر ديني فنحاول إصلاح تلك العادة لعادة أفضل لدرء المفاسد الموجودة في تلك العادة السيئة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمدا وعليه الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة